نغشت لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية اليوم مع ممثل هيئة التأمينات الاجتماعية التعديلات المقدمة على قانون مكافأة نهاية الخدمة وقال رئيس اللجنة أنهم نغشوا إمكانية بدء العمل بالقانون من تاريخ إقراره وليس الموعد المحدد سابقا مضيفا أن اللجنة تنتظر ردود التأمينات حول تعديل آخر يغضي بزيادة نسبة الاستغطاء الحكومية لتصل لستة ونصف بالمئة بدلا من خمسة ونصف أحد التعديلات أن يكون العمل بالقانون مش من 1-1-2015 أن يكون العمل بالقانون من إقرار القانون أن يكون نسبة اشتراك المؤمن عليه في مكافأة نهاية الخدمة بدل أن يدفع 2.5 والحكومة تدفع 5.5 نضع المؤمن أو نجعل المؤمن يدفع 1% والحكومة تدفع 6.5 من جانب آخر تنطلق يوم غد الحلقات النقاشية التي تقيمها اللجنة التعليمية لبحث قوانين الإعلام واعتزامنا مع الانطلاق أعلن في سلدويسان مقاطعته للحلقات بسبب ما أسماه تجاهل اللجنة لمقترحه الخاص بالمرء والمسموع رئيس اللجنة التعليمية من جانبه أكد عدم مناقشة اللجنة لأي مقترح حيال القانون عدا تعديل خاص بالعقوبات قامت اللجنة بوأد الاقتراح بقانون مقدم من قبلي ونظرت هذا التعديل وأحالته بتقرير إلى مجلس الأمة أتساءل لماذا تعمدت اللجنة التعليمية إهمال قانون مقدم من مختص بالإعلام فالموجود بالجدول جدول أعمال المجلس هو رد على بعض الفقرات اللي خاص فيها واللي طلب فيها النائب الفضل نبيل الفضل في الجلسة إذا تذكرون بأن النظر في الاقتراح المقدم منه وحول بعض العقوبات الخاصة قانون الجزاء في المري والمسموع من جهة أخرى رفضت لجنة المرافق العامة أربعة مقترحات لقطع الكهرباء عن المواطنين المتخلفين على السداد فيما وافقت اللجنة على برسوم التأجيل لانتخابات المجلس البلدي يأتي ذلك فيما ناقشت لجنة المنزانيات الحساب الختامي لبنك الاعتمان وكشف رئيس اللجنة النائب سيد عدنان عبدالصمد وجود عدد من الملاحظات منها شكوى ديوان المحاسبة من عرقلة البنك لأعماله وعدم تمكنه من لقاء مديره حمد النبهان من مجلس الأمة قناة الكوت